مقرر الكيميا العضوية وما زلنا في شابطر واحد المقدمة المحاضرة الثالثة يعني الروابط التساهمية والتهجين في زرة الكربون عندنا نوع من أنواع الروابط اسمه Sigma Bond Sigma Bond بتحصل إمتى؟ بتحصل بين 2S Orbitals يعني لو 2S Orbitals اتحد مع بعض بتبقى الرابطة بنسميها Sigma ممكن تحصل بين Orbital S مع Orbital من B ساعتها الرابطة التساهمية برضو بنسميها Sigma Bond زي مثلا زرة أو اتحاد زرة الهيدروجين مع زرة الفلور طيب لو 2 Headed B Orbitals يعني 2 Orbitals اشتركوا مع بعض برابطة تساهمية ولكن عن طريق الهيد أو بيسموها Head by Head B Orbitals دي كمان بتبقى اسمها رابطة Sigma طيب عندي نوع تاني من أنواع الروابطة أيوة عندي نوع تاني اسمه الربطة باي والربطة باي بتبقى 2Sided B Orbitals يعني الB Orbitals هنا بتكون مشتركة مع بعضها ولكن Side by Side اشتراك الجنب بالجنب ولكن لو اشتركوا Head by Head بنسميها Sigma Bond التهجين أو الhybridization بنقول أو بنعرف التهجين أنه هو Mixing of Atomic Orbitals to Give Hybrid Orbitals يعني بنعيد توزيع أو الزرة بتعيد توزيع الالكترونات وتكوين أربطة جديدة تسمح لها بعمل روابط أكتر دعا نشوف كده زرة الكربون احنا قلنا زرة الكربون فيها 6 إلكترونات 1S2 وبعدين عندي في مدار التاني 2S2 وال2B فيها إلكترونين طيب في حالة إذا ما تصاعد أحد الإلكترونات من 2B راح إلى الأوربطال الفاضي دوت بيبع عندي 2S فيها إلكترون وال2B فيها 3 إلكترونات لغاية دلوقتي ما حصلش تهجين يحصل تهجين إمتى؟ لما نعيد توزيع الإنرجي بتاعة الأوربطالز اللي اسمه 2 بالكامل 2S مع 2B هيتحدوا مع بعض وهيبقوا كلهم هيكون أربعة أوربطالز متساويين في الطاقة وكل أوربطالز هيبقى موجود فيه إلكترون بيبقى نوع التهجين ده بنسميه S-B-3 ليه S-B-3؟ لأن أنا عندي أوربطال من S اتحد مع 3 أوربطالز من B ويكونوا S-B-3 أو أوربطالز جديدة اسمها الأوربطالز S-B-3 المهجنة طيب التهجين زي ما قلنا ممكن يحصل بين الأوربطال S مع 3 أوربطال من B ويبقى اسمه اسم التهجين ده S-B-3 وفي الحالة دي بعد ما يكون روابط تساهمية مع الهيدروجين بنقول أن البوند أنجل الزاوية اللي بين الأوربطالز بتبقى 109.5 وشكله بيبقى تتراهيدرال ستركتشر ومثال على كده الميسان طيب لو التهجين حصل بين S وبين اتنين أوربطالز بس من B بقى اسمه S-B-2 والربطة ساعتها تبقى زاوية الرابطة تبقى 120 والشكله هيبقى تريانجونر شيب والإكزامبل بتاعي C-2-H-4 طيب نوع التالت من التهجين لو S أوربطال 1 من S اشترك مع أوربطال 1 من B بقت البوند أنجل 180 الشيب بتاعي بقى لينير والمثال بتاعي C-2-H-2 الكاربون كاربون بوند احنا قلنا أن عندنا حاجة اسمها سيجما بوند وعندنا حاجة اسمها باي بوند إذا كانت الرابطة أحدية تأكد دايما أنها سيجما بوند لو الربطة سنائية واحدة فيهم سيجما والتانية أكيد هتبقى باي لو تلت روابط هيبقى رابطة سيجما وربطتين باي ترجمة نانسي قنقر